مين اللي قال انه خيط زي ده مقدرش يعمل منه احلى شنطة لسيه. زيكم عاملين ايه? اسبوع ده. طبعا كل يوم اربع بشارك معاكم اه الشغل اللي انا بشتغل فيه كده وورا الكواليس. واتمنى انتو تشاركوني الحاجات اللي انتو كمان تشغالين عليها. حتى لو هي نفس المشروع. قلولي انتو بتعملوا ايه بالزبط? وايه الدربات اللي انتو واقعين فيها. طبعا زي ما انتو شايفين انا استخدمت ابرة رقم اتنين ونص وعملت الغرزة الامر اللي احنا عارفينها. غرزة انساوية قوي وعملت منها الكارديجان ده. بصوا جمال. اهو. طبعا الغرزة حلوة قوي. مشكلتي معاها هي الابرة دي. الابرة دي طبعا بتشبط شوية في الخيط. فكمان الخروم بتاعتي مش بينا قوي. فهحب ان انا طبعا اكبر الابرة. واضخم حجم الشنطة والشغل. فهعملها توتي باج او شنطة كده صندوق صغرنونة. تكون رخوة ونعمة كده ومناسبة لاجواء الصيف. فطبعا هغير الحجم بتاع الابرة والمشروع بتاعي شوية هيجبر وهي هي نفس البكرة الشائية دي. اه هيا اه فيها لمع بسيطة لون زيتي فاتح. لو مش بين معاكم. والنتيجة بتاعته حلوة قوي. وعاطي كده على ستان في الشغل. فانتيجة هكون مميزة. في خيط مش بيوبر. مش بيبهت. اه البكرة دي كنت شارية في وقتها ب خمس وعشرين جنيه. طبعا كنت شاريا كزا واحدة. اا اشتريت زيتي اشتريت اللون البني. اا تقريبا هما دول اللونين اللي اشتريتهم بس كترت من اللون الزيتي. فعشان كده هعمل من نشانطة. انما النتيجة روعة. انتو بقى ولولي شغالين في ايه?